الحلقة دي فيها جوائز يا جماعة خمسة إن شاء الله حيفوزوا معنا بجوائز مقدمة من مكتبة نهم اللي حتلاقوا لينك لصفحتهم على فيسبوك في الدسكريبشن تحت الجائزة عبارة عن نسخة من الجزئين الأول والتاني من رواية القتل الأوائل إبراهيم عيسى زائد شنطة فيها بلوك نوت وبوك مارك وسي دي عليه موسيقى هادية تساعدكم على الإراية زائد ألم رصاص بكابسولة قابلة للزراعة ومحدش يسألني يعني إيه أنا سألت الناس بتوع نهم وشرحوا لي وما فهمتش برضو وكل المطلوب هو توقع التقييم اللي حياخده فيلم نادي الرجال السري في مراجعته على قناة فيلم جامد لينك المشاركة في المسابقة ومعرفة كل تفاصيلها موجود في الدسكريبشن تحت لأ مفيش نكتة في المقدمة المرة دي هو الإعلان بتاع الجوائز بس يلا نخش في المراجعة أحداث فيلم الضيف بتبتدي مع استعدادات أسر الدكتور يحيى التجاني لاستقبال أسامة الصديق والعريس المحتمل لفريدة بنت دكتور يحيى الأسرة بتمر بأوقات صعبة بسبب بعض المتاعب الصحية عند ميمي والدة فريدة وكذلك بعض المتاعب القضائية بسبب الأراء الدينية المثيرة للجدل لدكتور يحيى اللي يبدو أيضا إنها بتسبب مشاكل مع ضفهم أسامة اللي بيحرص على استفزاز دكتور يحيى وتحدي أراءه الأمسية اللي بتبتدي بشكل مسالم بتسخن مع التبادل الملتهب للأراء ما بين الطرفين فيا ترى إيه اللي حيحصل في حاجتين أربكوني في بداية فيلم الضيف أولا إني كنت تحت الانطباع أنه بينتمي لنوعية أفلام الفصل الواحد اللي هو فيلم أحداثه بتدور في يوم واحد أو ليلة واحدة وفي مكان واحد وبعدد محدود من الشخصيات ولكن الفيلم ابتدى زي أي فيلم تاني المكان تغير أكتر من مرة وتعرفنا على عدد شخصيات أكبر من المتوقع وثانيا طبيعة شخصية دكتور يحيى كانت كارتونية شوية حركة الجسم كان مبالغ فيها نبرة الصوت سرعة الكلام وطبعا المكياج العام ولكن لحسن الحظ الارتباك ده ما استمرش لفترة طويلة لما الفيلم ابتدى يلتزم بالشكل المتوقع ولما تعودت على تفاصيل الشخصية اللي خالد الصاوي كان بيحاول يتبناها وده بفضل ثباته هو في أسلوب التكسيد دي المرحلة اللي أقدر أقول فيها أن الفيلم ابتدى ومع بداية مباريات الرأي والرأي المخالف ابتدت تجي لي أزمة مولانية هو ده هيبقى منصة تانية لإبراهيم عيسى عشان يقف عليها ويرمي أراءه في كل اتجاه هو ده هيبقى مجرد فوضى درامية أخرى هو ده كمان هيبقى تجربة سينمائية صبحية مستخبية ورجدة للتصرحات يسعدني أقول لكم أن الحمد لله الضيف مش مولانا ما تفهمونيش غلط هو لسه منصة لإبراهيم عيسى عشان يقف عليها ويطلق تصرحاته ويعبر عن أراءه بس المرة دي من غير فوضى المرة دي الأمور مركزة المرة دي بنشوف المناظرة ما بين الليبرالية اللي عارفة أنها عندها مشكلة ترصيص وبتحدف يمين شوية بمزاجها واللي بتمثل كاتب الفيلم والدولة إلى حد كبير والأصولية المتشددة اللي ما تعرفش أنها عندها عجلة مفرقعة وبترمي يمين غصب عنها وبيتخنقوا على مين فيهم اليمين بتاعه هو اللي صح كاتب الفيلم صمم المناظرة دي عشان تطلع أراءه شكلها حلو وتطلع الأراء المخالفة شكلها وحش بس ده ما أزعجنيش أولا عشان ده فيلمه هو من المقبول أنه ينتصر لوجهة نظره قلت من المقبول وما قلتش من البديهي عشان عادة الأفلام اللي زي دي بتطرح تساؤلات مش إجابات وثانيا عشان البروفايل بتاع شخصية أسامة لا أسطوري ولا خيالي ده عايش معانا وسهل جدا نطبقوا مع ناس في دوايرنا إن لم يكن مع نفسنا ولكن السبب الأساسي اللي بيخلي الضيف رأيي مش مولانا هو إنه منتج سينمائي جيد فيلم الضيف جيد جدا في كل عناصره السينمائية كلهم بيتكلموا كلهم بيقولوا حاجة مش موجودين عشان محتاجينهم وخلاص البيت الدكور انتقال الحوار من قوضة لقوضة الإقاع المتغير اللي بيوصل بينا لدرجة الغليان وبعدين يبرد تدريجيا استعدادا للجولة التالية تكوين الكادرات اللي ما فيهوش أي تكلف ولكنه مليان معاني لو بصينا بتدقيق تدفق الحوار ما بين طرفين وثلاث أطراف واربع أطراف وفي بعض الأحيان خمس أطراف ده مش سهل أبدا يا جماعة خصوصا لما بيكون قدامنا حاجات كتير بتحصل وبتعائدات متصعبة ده أفضل شغل أشوفه الهادي البجوري ويمكن من أفضل الأداءات الإخراجية في السينما المصرية في آخر خمس سنين تحكم سلس في كل العناصر وتفهم كامل للي المفروض المشاهد يكون بيحسوا وإزاي حتى غياب الموسيقى التصورية في أغلب مشاهد الفيلم أنا ما حستش بيه ولكن غياب التوازن في بعض الشخصيات حسيت بيه فيلم الضيف هو استعراض للموهبة الكبيرة في تكسيد الشخصيتين الرئيسيتين من خالد الصوي وأحمد مالك كما كان متوقع آه على فكرة هم شخصيتين رئيسيتين شيرين ريدا وجميل عوض بيلعبوا شخصيات مسامدة خالد الصوي وقدرته على التعبير من خلال المكياش ده كله اللي لازم أقول إنه ما كانش ضروري مع قدرته على تثبيت نمط التكسيد زي ما قلت مع الحفاظ على السمات اللي تضافت على ما يبدو عشان تفكرنا بشخصية كاتب الفيلم على أساس إن احنا ممكن ننسى يعني أحمد مالك جمد جدا يا جدعان الشكل النهائي بتاع الشخصية اللي تم تصميمها عشان تخسر ومع ذلك ما قدرش أقول عليها فقيرة أو غير واقعية ده شغله هو ولا أجدعها كاتب ولا أجدعها مخرج يقدروا يبيعوا شخصية زي دي من غير عيار الممثل نفسه شخصية شيرين ريدا كفحت معاها برضو شوية في البداية وتعودت عليها برضو مع الوقت خصوصا لما شخصيتها ابتدت تنفعل بشكل متفجر مشكلتي الحقيقية والسر في إحساسي بعدم التوازن هو شخصية فريدة وتكسيد جميل عود في تقديري الشخصية دي ما بتجمعش مش قادر أحد إذا كانت مضطربة ولا متمردة ولا موطورة إحنا بنتعرف عليها كصاحبة شخصية قوية وبعدين بتتقدم زي ما تكون معندها الشخصية خالص زي ما تكون مجرد سلاح في إيد الشخصيتين الرئيسيتين عشان يتعانوا بعض بيه دي طبعا مش مشكلة جميل عود مشكلتها إنها في أغلب أحداث الفيلم تركزها الرئيسي هو على إن شكلها يبقى كيوت بس للأمانة برضو هي بتتحسن كتير مع تسلسل النهاية كل الناس وكل حاجة بتوصل لأفضل فرمة لها في تسلسل النهاية في رأيي الشخصي ده تسلسل ما بنشوفش زيه كتير في السينما المصرية غير معهود لدرجة بتخليه واقعي جدا ومرضي جدا لوعود الشخصيات وللشكل اللي المفروض يكونوا عليه وأعتقد برضو إنه مرضي جدا لبعض التصورات الفانتازية في خيال الكاتب وبكل تأكيد إنجاز إضافي لهادي البجوري فيلم الضيف قدر يرتب أولوياته بشكل صحيح ركز على إنه يبقى فيلم حلو قبل ما يركز على إنه يبقى فيلم مهم أو مثير للجدل الفيلم يعتبر مغامرة حقيقية وشكل غير معتاد للسينما المصرية رغم إخلاصه الشديد للأساسيات مفيش تكنولوجيا بتتقدم لأول مرة مفيش خدعة بهلوانية مفيش حركة كاميرا معقدة مفيش منظرة في المونتاج مجرد أساسيات معمولة صح مقدرتش قوي إن الفيلم بيطعمني أراء بدل ما يخليني أفكر محستش بقيمة إضافية للأدوار الشرفية رغم إنهم كانوا كويسين جدا وبالأخص ماجد الكدواني ومحستش إن النتيجة النهائية لشخصية فريدة مرضية رغم إني حاولت أتحيز للفيلم في النقطة دي ومع ذلك كل النقطة دي ما تأثرش على قيمة الفيلم كمنتج سينمائي جيد تقييمي لفيلم الضيف هو 8 من 10 خطوة مهمة للأمام للجميع مناقشة الحلقة إيه هو الفيلم المصري اللي نقدر نقول إنه نجح في مناقشة قضية فكرية ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وما تنسوش تشتركوا في المصابقة عشان تكسبوا الألم اللي بيتزرع وبيطرح أساتيك ده وبي باي